بإقليم مجدى وبالمناضلات والمناضلين الجدد الملتحقين بكوكبة النضال والصمود الأمس أخواتي أخواني الكرام كان عدنا لقاءين في إقليم بركان وإقليم النظور اللي احتفلنا به بالأعضاء الجدد وكان لقاءين كبيرين اللي كان فيهم الحماس أنا نطلب منكم الأخوات والإخوان تشوفوا الفيديوهات تشوفوا الفيسبوك بشي بلكم أن هذا الحزب العدالة والتنمية حزب يجدد أفكاره ويجدد دماءه الحمد لله يعني رغم التشويش ورغم التخويف ورغم الشكايات الكيدية يعني الحزب العدالة والتنمية ما زال له إشعاع وما زال المواطنين يقبلون عليه هذا هو المهم نرىه بطبيعة الحالة وحزب ذي الشعب من الشعب وإلى الشعب وفي خدمة الشعب هذا هو حزب العدالة والتنمية وهذه هي رسالة العدالة والتنمية وإن شاء الله تعالى غدا تبقى إلى أن يريت الله مهم إلى أن ننتحق بالله سبحانه وتعالى وسنورتها للمناضلات والمناضلين والشباب يعني في المستقبل إن شاء الله تعالى يعني هذا هو الحزب العدالة والتنمية أكيد أن زيارة الأخ الأمير العام لجهة الشرق سترعب واحد العداد لأننا ستتغير لهم الحسابات لأنكم عارفون أن أداروا واحد الحساب ويمكن أن يخرج لهم إن شاء الله تعالى ستضرب لهم الصفر لأنكم عرفتم أنهم ستغيروا العدالة والتنمية في 2016 في المسيرة الملتزروال وهذا ما لا يعمل بالعكس انقلب السحر على الساحر الحمد لله يعني أقبل المواطنون والمواطنات وهزموا يعني تلك الخيارات يعني كذلك بهذا القاسم الانتخاب الجديد القاسم النقوص اللي تشبه اللي تشبه بشكل كبير جدا المسيرة دي الولتزروال إن شاء الله تعالى سيهزمها المواطنين والحضور ديالكم هذا دليل والحضور ديالأخوات والإخوان المناضلات والمناضل الجدد يعني في كل بلد يعني في كل جهات المغرب وأقالمه والجماعات والإتحاقات الحمد لله يعني كبيرة للمواطنين والمواطنات بالحزب العدالة والتنمية بكل تأكيد بكل تأكيد أنه ما يمكنش هزم العدالة والتنمية بهذا الأساليب الصغير بهذا اللعب هذا اللعب الصغير اللي يبغي هزم العدالة والتنمية خصوه نفسه على الواقع خصوه نفسه بالجد خصوه نفسه بالخدمة المواطنين والمواطنات بدون مقابل لأن هناك العداد يعني يتسلق ويريد أن يتسلق بواسطة الانتخابات لكي يعمر الجياب وبالتالي لا يمكنش لا يمكنش الهزم العدالة والتنمية أو أن يهزم العدالة والتنمية لا يمكنه دمته 17 مليار درهم لا يمكنه لأنه يرجع للشعب ومن بعد نتحدث لأنه يمكن الإخوان والأخوات أخوات حسبوا المليارات 17 مليار يجب أن تصرفوها تصرفوها مستشفيات جامعية تصرفوها ترامويات تصرفوها أطورتات ويجب عليكم الحساب أنا غير مبتدع 17 مليار تساوي 8 مستشفيات جامعية لأنه يريد أن يكون يجب أن يحصل نفسها يجب أن يجد الأموال الشعب وليست ممكن أن يجمع ما بين السلطة والمال لا يمكن أن تتجمع لكي تجمع العدالة والتنمية لا يمكن من يشغل المواطنين و المواطنين في السندريات يأتي ويقول لك أنني أريد أن أتنافس لا يمكن وأخوات و الإخوات لا يمكن لا يمكن أن يهزم العدالة والتنمية من كان يشري أو ينوي أن يشري المواطنات والمواطنين بالأموال من الشعب لا يمكن أن يستمر لأن هذا يفقى الثقاء الشباب بالحياة السياسية ونحن نصده إليه ونحن نصده إليه ومدام الحزب العدالة والتنمية موجود ومدام هناك مواطنين شرفاء ونحن نصده إليه ونحن نستمر لأننا لدينا الغير على هذه البلاد والبلاد لا يمكن لها أن تستقر بدون هذه الإصلاحات التي تناديو بها ولينادوا بها المواطنين والمواطنات في 2011 وقالوا لأن يرفعوا ذلك الشعار لا يمكن أن تجمع السلطة والمال ما يمكنش الأخوات والإخوان الكرام أن نهزم العدالة والتنمية بهذه العملية هذه العمر حزب وحزب مناسبة من الانتخابات مرحبا بكم الأخوات والإخوان المناضلات والمناضلين بالتحاقكم بحزب العدالة والتنمية كما قلت الحزب ديال الشعب في خدمة الشعب ولخدمة المواطنين والمواطنات بدون مقابل كما تقول الأخ دكتور سعدين العتماني يعني إحنا جينا في سبيل يعني سنخدمه في سبيل الله وفي سبيل الوطن حزب العدالة والتنمية كما قلت هو يجدد أفكاره ويجدد دمائه بالالتحاقات ديال الإخوان والأخوات المواطنين والحمد لله كان يقبال ديال الشباب بارح كانوا عدد من الشباب والشابات يعني طلبة جامعيين وهذا تشرف نحنا وبتيحطينا وحد يعني نفس جديد يعني للمقاومة ديال هذه الأمور هذه لكما قلنا مخصش الصمر يعني أشكركم أخواتي أو لا أبشرككم أخواتي إخواني الكرام بأن حزب العدالة والتنمية غادي خوض حملة قوية حملة انتخابية قوية كما عاهدنا المواطنون والمواطنات الشعار ديالها والصمود والتبات على المبادئ المؤسسة وهذا نحن نقول ان شاء الله كيفما ك claws كما كانوا يعرفون الاخوين كما كانوا يعرفون الأخ سعى الدير IRA 8 صافقا رادبه وهدى وسعى الدير العثماني كما كانوا يعرفوا الأخ بن كيران كما أن يعرفون الاخوين يعني النوب برلمانير أو ما هذا ما غادش تبدله قد نبقى مُناظلين من كل المواقع يعني في هذا الموقع كننى موقع تسير مُناظلون موقع المعارضة مناضلون موقع رئاسة الحكومة مناضلون موقع البرلمان مناضلون وفي كل المواقع سنبقى مناضلين إذن لن نطول على الإخوان والأخوات وجدد التحية للكتابة الإقليمية ولكل أعضاء الحزب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته